اكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا امسي الاثنين بمجلس النواب اكد ان الاستعدادات لعملية مرحبة انطلقت في ثالث من ماي الجاري وذلك خلال الاجتماع الاخير للجنة الوطنية لعملية العبور برئاسة وزارة الداخلية واضاف بوريطا في معرض جوابه عن اسئلة شفاهية حول موضوع الاستعدادات لعملية مرحبة ان التنسيق مع الجانب الاسباني بدأ في السابع عشر من ماي الجاري وذلك بنعقاد اللجنة المغربية الاسبانية المشتركة المكلفة بعملية العبور في اطار المحاور التي يشتغل عليها الجانبان ويتعلق الامر بالانسيابية والحركية والمواكبة والتواصل واليقظة الصحية وابرز الوزير ان تنظيم عملية مرحبة تكتنفها صعوبات يتم الاشتغال على تجوزها سنة بعد سنة في مختلف الجوانب مشيرا في هذا الاطار الى متانة العلاقة التي تجمع الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالوطن الام شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة